بالمناسبة انت اشتغلت في النادي الاهلي تمام ثلاث سنين بعد كده رجعت بقى تعاقدات مع فضل اللي هو برضو الهجوم انتو ما بتجيبوش ناس ما بتعملوش ما بتعملوش ما بتعملوش وانت في نادي الاهلي سياسة معروفة من الاف السنين لما كان بيجي في السفقات وعمرك ما قلت بتعرفه بيجي بيه ولا بيعمل عمره مقال اشمع انتو عايزيني دلوها تقول هو اللي يصلح ان انا نهاردة اطلع اتكلم على ان انا بعمل او ان احنا بنخلص في العيبة والنادي مش عايز يعلن طيب انا عايز اجيب صفقات طيب لو النادي مش عايز اعمل ايه طيب المدير الفني مش عايز اعمل ايه انا كدوري تعاقدات اعمل ايه او مثلا انت روحت تشتري لعيف فانت الاهلي حدتلك بضج يتمثل مليون فالنادي عايز اربعة ففي حاجات وانا كدوري كان في اللجنة كان دوري الاهم ان انا ببص على قطاع الناشئين اشوف مين اللي ممكن مستقبلا يبقى يبقى موجود ويبقى نستفيد منه يعني غير بقى لعبة اللي بنقيمها وبنشتغل عليها ولكن كانت الناس مستعجلة يعني برضو الدغوط دي برضو مشكلة ان انت بتضغط انت بتشتت اللي بيشتغل وبتضغط على النادي وتضغط على الادارة فده لازم الامور تهدم مين وانت موجود في لان التعاقدات في قطاع الناشئين قلت ده هيبقى حياة كبيرة في النادي الاهلي وقد كان بعد سنتين ثلاثة اربعة وحسيته ان هو قدم مستوى قائس فيه مصطفى شبير ريان احمد حمدي اكرم كل المجموعة اللي كانت جاي وامام عشور كن في حرص الحدود امام كان ماضي امام عشور كان ماضي مع القاتل لما كان في الحرص كمان قبل الزمان من الناس اللي كنا شايفينها يعني وليه ما تميتش وقتها اتعرض ولكن كان كارترون تقريبا كان كارترون اللي كان مدير فاني ما كانش حابب ان في الوقت ده ما كانش يعني ما بقاش مناسب في الوقت ده احنا كنا بنعمل لقدام احنا مش بنعمل يعني انت بتفكر النهارده بس انا بحضر خمس يعني اللي جاي يعني هو ده كمان أربع خمس تنين هيبقى تلعب كويس صح انت تبصوا قدام هو بص دلوقتي امام دلوقتي لسه مش جايز من في المال ان نلعب في الهات لكن في الاخر القرار مش قرارك صحيح انت بتعرض وبتعرض خمس ستة لعيبة وبتعرض احنا كنا بنعمل لعيبة مش بحالته الفنية احنا بنعمل لعيبة بحالته الفنية وحالته الشخصية ومشاكله مشاكله في بلده يعني عارف لو لو اللعيب مثلا علي قضية بنقولها عليه مشكلة هاي فانت مش ب واللعيب مثلا لو لعيب كويس قوي بس كل سنة بيروح نادي اه دي برضو غريبة ما تبقاش الاستقرار للعيب برضو مهم صح في حاجات كده اللي حصل بالمناسبة في برونو سوفيو انه كان عنده تنقلات سريعة جدا فدي ما حدش بص عليها يعني كان لازم تبص بيشتغل كتير يعني دي الداتة دي الداتة اللي انت بتجدها وده دور اللاجنة اللي كانت موجودة صح انت تقعد تدور كتير وتتفرج يعني في الوقت كنا بنتكلم ففضل بيكلمني بيقولت يعني يعني نتفرج يعني هنجيب بقى ونتفرج وقلتوله خمس ماتشاط قال لي يعني انت كل لاي بقى ستفرج قلتوله اه خمسة طب قال لي يعني قلتوله لا انا عايز حيلا وزمان صح ماتشاط مختلفة في توقيتات مختلفة عشان اعود اتفرج عشان انت كنت لعيب كورة انت لعيب كورة نفسك اه يعني لو اي انا ساعات كان بيبقى مستوى في البيك وفجأة بيقع وبيرجع تاني فاشوف بتاع المستوى هل ثابت بيقعد فترة ثابت ولا واحد واحد طب في التسعين ديئة هو عاملي بقى لانه هو ممكن يعمل في التسعين ديئة خمس كور حلوين قوي صح حلو بس طول التسعين ديه هو ولود على فرقته بس عمل خمس حاجات واو فاجاب لك الخمسة هنا على خمسة هنا على خمسة هنا عملك فيديو فعملك فيديو عالمي صح فانت هي مش تاخد كده هي بتاخد تسعين هو بيعملي بقى في التسعين على بعض ايوه بيقع امتى بيقدر يكمل البدني بتاعه عمل ايه القطعم ايه المهارة عاملة ازاي صح التسعين ديئة انا بشوفها يعني هي دي او هو ده المقياس اللي بشتغل عليه طيب